الفاتحة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة في المجلس الماضي تكلمنا على شرائط وجوب القصاص في القتل وقلنا انها اربعة وفي بعض النسخ فصل وشرائط وجوب القصاص اربع الاول ان يكون القاتل بالغا فلا قصص على صبي ولو قال انا الان صبي صدق بلا يمين الثاني ان يكون القاتل عاقلا فيمتنع القصاص من مجنون الا ان تقطع جنونه فيقتص منه زمن افاقته يعني انفعل الفعل زمن افاقته ويجب القصاص على من زال عقله بشرب مسكر متعد في شربه فخرج من من لم يتعد بان شرب شيئا ظنه غير مسكر فزال عقله فلا قصاص عليه والثالث وهو الذي وقفنا عليه ان لا يكون القاتل والد للمقتول فلا قصاص على والد يقتل بقتل ولده وان سفل الولد قال ابن كج ولو حكم حاكم بقتل والد بولده نقض حكمه والرابع ان لا يكون المقتول انقص من القاتل بكفر او رق فلا يقتل مسلم بكافر حربي حربيا كان او ذمية او معاهدا ولا يقتل حر برقيق ولو كان المقتول انقص من القاتل بكبر او صغر او طول او قصر مثلا فلا عبرة بذلك يعني العبرة بالاوصاف الزاتية في المقتول او القاتل العبرة بالحرية والديانة الديانة وكونه حربي او معاهد وتقتل الجماعة بالواحد ان كافأهم وكان فعل كل واحد منهم لو انفرد كان قاتلا نشوف هنا ايه نقف عند اللي هنا ونشوف كلام الشيخ البيجوني في هذا الموضع يقول قوله والثالث اي الشرط الثالث ان لا يكون القاتل والدا للمقتول اي اصلا له طبعا نحن نخرج لأيه الاب من الرضاع ده خارج يعني لو قتل اب من الرضاع ابنه من الرضاع يقتل به لكن المقصود هنا ايه الوالد الذي ولد لا الاب من الرضاع فيخرج الاب من الرضاع ألا يكون القاتل والد للمقتول اي اصلا له وان على ذكرا كان او انثا ولو كافرا اه لا يعني احنا بنقولها بس ايه لحسن واحد يفتكر انه ياخد حكم الوالد بالمثال ولو كافرا يعني حتى لو كان الوالد كافر وقتل ابن المسلم برضو لا يكتل به ولو كان هذا الوالد كافرا ويفهم من قولي ان الولد يقتل بقتل والده العكس من الفرع يقتل اذا قتل اصله لكن الأصل يقتل لا يقتل إذا قتل فرعه أن الولد يقتل بقتل والده وهو كذلك ويستثنى منهما إذا كان الولد حيدي لك بعض السور بقى إيه الإستثنائية اللي هي بيبين فيها يعني إيه اللي أكثر علما وعمقا في العلم في المعلومة من غيره لأن القاعدة دي بيبقى كل ناس عارف فالتمالي في المتحاني ولكت أبوه إمتى تختلف فالتمالي يسأل في النوادر ويستثنى منهما إذا كان الولد مكاتبا وقتل أباه المملوك فإنه لا يقتل به لأن فضله بالسياسة بالسيادة يعني لو كان الولد مكاتب يعني على وش حرية وأبوه كان عبدا فقتل الولد والده فلا يقتل بقى إيه من فيه حرية بإيه بعبد ولو كان والده ويستثنى منهما إذا كان الولد مكاتبا وقتل أباه المملوك له فإنه لا يقتل به لأنه فضله بالسيادة ويقتل المحارم بعضهم ببعض فإذا قتل الأخ أخاه قتل به يعني الرجل يقتل بقتل خاله عمه خالته عمته أخوه ابن عمه كل دول يقتلوا بقتل بعضهم البعض إنما الأصل لا يقتل إذا قتل فره قولوا فلا قصص على والد بقتل ولده أي لخبر الحاكم والبيهقي وصححاه وانت عارف طبعا طالما قلنا لا قصاصي بأن انتقل للديانة أي بحي يدفع الدين أي لخبر الحاكم والبيهقي وصححاه لا يقاد للابن من أبيه ولأنه كان سببا في وجوده فلا يكون الابن سببا في عدمه وشمل الولد المنفي بلعان في الحرة أو حلف في الأمة فلا يقتل الوالد به وإن أصر على النف على المعتمد من وجهين خلافا لمن قال الأشبع أنه يقتل به ما دام مصرا على النف يعني لو واحد نفى الولد بلعان لاعن زوجته وكانت حاملا ففرق بينهما فصار الابن الذي في بطنها بعد الملعانة ليس ابنا له فنفى باللعان لو قتله لا يقتل به لأن هناك شبه احتمال يبقى ابنه واضرعوا الحبوب بالشبهات مش كده برضو فيبقى في شبهة وإن أصر الوالد الوالد على نفيه برضو واخد بالك وإن أصر الوالد لأن في وجه ده المعتمد في وجه تاني يقول لك لو أصر على نفيه بلعان يبقى نعتبره أجنبي عنه فيقتل به قال لك لا برضو وإن أصر وكمان في سورة تانية لو حلف في الأمة إن الذي لو كان عنده أمة يستفرشها فحملت فحلف أن الذي في بطنها ليس منه كويس فنفى منه بهذا الحلف لأن الأمة ما فيش مع لعان إلا أن يكون مع الحرة مش كده ففي الأمة حلف يبقى برضو إيه يبقى منفي أن نسب عنه بالحلف في حالة الأمة وباللعان في حالة الحرة فلو قتله يقتل به في هذه السورة طبعا في مقابل المعتمد في المسألة أنه لو أصر على النفي نفي النسب لا يقتل به والكلام في الولد من النسب وأما الولد من الرضاع فيجب القصاص فيه يبقى خرجنا بقى إيه النسب من الرضاع لا فيجب القصص فيه إذا أنت بتكلم في مسألة نفي النسب ولا في الرضاع الراجح أنه لا يقتل به لا يقتل به ليه اللي شبهة لأنه ممكن يكون أخطأ ويبقى منه في الحقيقة فيجب القصاص فيه كويس وأما الولد من الرضاع فلو قتل ابن من الرضاع يجب القصاص به يعني إيه يعني يقاد به ولو قتل شوف السور دي بقى كمان ولو قتل زوجة نفسه وله منها ولد فلا قصاص عليه وكذا لو قتل زوجة ابنه ولو لزمه قود فورث آه يبقى لو قتل زوجة نفسه يعني زوجته كويس وكانت هذه الزوجة أنجبت له ولد فبقى فيه جزئها موجود في ابنه فإذا كان لا يقتل بمن فيه جزئها فلا يقتل بها من باب أول لأنه عصل ابنها الذي هو منه أيضا فهمت السور بها ولو قتل زوجة نفسه وله منها ولد فنف من هنا ولو قتل زوجته ولم ينجب منها تقتل يقتل به ما أنا بقولك أنها هي جزء ابنائه العلة هنا أن الكل ياخد حكم الجزء من باب أول لأن إذا كان الجزء لا يقتل بسبب جزءه فما بالك لو كان يعني لو كان هو يعني هي أصله فالأصل ياخد حكم جزء على الأقل ولو قتل زوجة نفسه وله منها ولد فلا اقتصاص عليه وعلى أي حال السور دي في أخلاف المزاهب دي دي تفاصيل مزاب الشفاء لكن ممكن لو بحثت مزاب أخرى في الفقه المقارن يقول لك لا يقتل تقتل يقتل به وكذا لو قتل زوجة ابنه ولو لزمه قود وكذا لو قتل زوجة ابنه وكذا لو قتل زوجة ابنه لأنني باعت إيه إذا كان الإبن والزوجة دي متعلقة به فالأصل لا يقتل به فمتعلقاته تخط حكمه ولو لزمه قود فورث ولده بعضه سقط كأن لو كما لو قتل أبا زوجته ثم ماتت الزوجة وله منها ولد فيسقط القصاص لأنه إذا لم يقتل الوالد بجناية على ولده فلألا يقتل بجناية على من له في قتله حق أولى يعني لو توارث القود يعني يقول إليه لو قتل هذا ففي الحالة دي واخد بقى لك لا يقتل به لأن له نصيب فيه بمجيلك صورة هنا بيقول إيه ولو لزمه قود فورث ولده بعضه سقط كما لو قتل أبا زوجته ثم ماتت الزوجة لو قتل أبو الزوجة وماتت الزوجة وله منها ولد فيسقط القصاص لأنه إذا لم يقتل الوالد إذا لم يقتل الوالد بجنايته على ولده فلألا يقتل بجنات على من له في قتله حق أولى يبقى في الحالة دي لو قتل أبا زوجته ثم ماتت الزوجة لو قتل أبا زوجته حيدفع دي حتورث الزوجة منه نصبها في دية أبيها كويس وبعدين وما قال مراس الزوجة من القوة ده من الدية دي لأبنائها لهم أبنائه وهو نفسه يارث ثم ماتت الزوجة وله منها ولد فهو سيورس ربع وأبنائه يرث الباقي فيسقط القصاص لأنه إذا لم يقتل الوالد بجنايته على ولده فلألا يقتل بجنايته على من له في قتله حق أولى حتى لا تكون زريعة أنه يروح يقتل فيقوم علشان يورس فهمت إزاي فهو ينتفي القتل على أي حال بسبب إيه علت أنه له حق بجنايته على من له في قتله حق أولى ففي الحالة دي يسقط أيضا القصاص فلا قصاص عليه وكذا يعني وكذا لا قصاص عليه لو قتل زوجة ابنه ولو لزمه قوت فورث ولادوه بعضه سقط يعني القصاص أيضا كما لو قتل أبا زوجته ثم ماتت الزوجة وله منها ولد فيسقط القصاص لأنه إذا لم يقتل الوالد بجنايته على ولده فلألا يقتل بجنايته على من له في قتله حق أول يبا في حالة ليه حيدفع هو القصاص حيدفع هو أصد الدية يدفع الدية ولا ولا قصاص عليه في السورة قول وإن سفل الولد أي رعاية لحرمة الوالد وإن على يعني حتى الأحفاد لا يقتل بقتل ولده أو ولد ولده وإن سفل أي رعاية لحرمة الوالد وإن على قوله قال ابن كج أي أبو القاسم يوسف ابن أحمد ابن كج كان رئيسا عالما زاهدا ولو حكم حاكم بقتل والد بولده نقض حكمه أي لمخالفة للحديث السابق وهو لا يقادل الابن من أبيه ويستثنى من ذلك كما قاله الشمس الرملي ما لو أضجع الوالد ولده وذبحه كالشاه وحكم وحكم بالقوة حاكم فلا ينقض حكمه الصورة دي بس الإمام الرملي شمس الرملي قال لك الصورة دي إنه ولو أضجع الابن وذبحه في الحالة دي يقتل به لبشعة ليه الجريمة نظرا لبشعة الجريمة قوله هو الرابع أي الشرط الرابع ألا يكون المقتول أنقص من القاتل بكفر أو رق اللي هي الكفاء شرط الكفاء أي لألا يفضل القاتل المقتول بالإسلام أو الحرية فإنه يشترط ألا يفضل القاتل المقتول بإسلام أو حرية أو أمان أو سيادة اشترط الأخير ده طبعا عند الشفعية الأحناف نظروا لقول لا النفس بالنفس مطلقا ما لن يوجد دخل بقى بحر أو عبد أو إنه مسلم أو كافر طالما الكافر زمي يعني عند الأحناف ممكن الزمي إذا قتل مسلم زميا يقتل به عند الأحناف لأن النفس بالنفس واضح لكن الشفعية نظروا للآية الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى طب الحر بالعبد لم ينص الآية فمحتاج اجتهاء في امتباع المسألة فالشفعية نظروا لهذه الآية التي نظرت للتساوي وإذا اقتلت تساوي كأنه لا قصاص ينتقل للدية لكن الأحناف نظروا لمطلق قول الله عز وجل النفس بالنفس الشفعية ردوا على الأحناف قالوا كلمة النفس بالنفس دي كان في الكتب السابقة في التوراة لكن في الإسلام يبقى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فاتبع لك إزاي ففيها تفاصيل للمسألة قوله ألا يكون المقتول أنقص من القاتل بكفر أو رق أي لألا يفضل القاتل المقتول بالإسلام أو الحرية فإنه اشترت ألا يفضل القاتل المقتول بإسلام أو حرية أو أمان أو سيادة أو أصالة كما يعلم مما مر تحقيقا للمكافأة المشروطة لوجوب القصص بالأدلة المعروفة فلا يقتل مسلم بكافر أي لنقص المقتول عن القاتل بالكفر فقد فضل القاتل المقتول بالإسلام فلا يقتل به ولو زانيا محصنا ولو كان هذا القاتل المسلم كمن زاني محصن يبقى لو قتل يقتل لأجل زناه لا لأجل قتله فاتبالك ويقتل الكافر بالكافر لو قتل كافر كافر يقتل به ولو اختلفت ملتهما لأن الشفعية عندهم أن كل الكفر ملة واحد واخر بقى بخلاف المذاهب التانية زي الأحناف قالوا أن الكفر مل المختلف فلا يقتل مسلم بكافر أي لنقص المقتول عن القاتل بالكفر فقد فضل القاتل المقتول بالإسلام فليقتل به ولو زانيا محصنا ويقتل الكافر بالكافر ولو اختلفت ملتهما فيقتل يهودي بنصراني وعكسه ومعاهد بمؤمن وعكسه لأن الكفر كله ملة واحدة ده في مذهبنا خلافا للأحناف فالكفر ملة المتفاودة وحيظهر الفرق على أي حال كمان في 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 القرس يظهر الكلام ده في القرس فلو أسلم القاتل بعد القتل افرد بقى واحد كان كافر نصراني مثلا أو يهودي قتل كافر كويس ثم أسلم العبرة بالجريمة حاله سعة الجريمة حاله إيه سعة الجريمة حاله كان كافر فيقتل به حتى ولو بعد إسلام فيم فلو أسلم القاتل بعد القتل لم يسقط القصاص لتكافؤهما حال الجناية يعني العبرة لما عمل الجريمة كانوا متكافئان ولا مش متكافئان لتكافئهما حال الجناية ولا نظر لحدوث الإسلام بعده ووافق الشافعية على عدم قتل المسلم بالكافر مالك أحمد وإسحاق يبقى إيه حكاية أن المسلم لا يقتل بالكافر قالها الملكية والحنابلة وإسحاق ابن راهوي لكن الإمام أبو حنيفة قال إيه وقال أبو حنيفة يقتل المسلم بالذمي دون المعاهد والحرب يبقى إيه الإمام أبو حنيفة وافقهم في المعاهد والحرب واستسنى الظمي واضح فيقتل به أيوة بعين الرسول عفو أو لم يشرع القصص بعد ولما قتلوا كان إيه كمان كان عبد دكت ساعتها عبد لا أصله هنا شوف خد بالك إن التاني لما قتل كان حربي والإسلام يهدف ما كان قبل يعني لو واحد كان حربيا في حرب مسلمين بيحربوا كفار فالكفار دول قتلوا من المسلمين من قتل ثم أسلموا لا يقد منهم ما قتلوا حل حربهم دي بالإجماع بقى لا هنا مش في حرب ما نفهم بس ده قتل وتعدى ما كانش حرب فهم يعني ده يتعدى عليه قتله غير الحرب الحربي ده الإسلام يهدم ما كان قبله الإسلام يهدم ما كان قبله بيقول هنا ووافق الشفعية على عدم قتل المسلم بالكافر مالك وأحمد وإسحاق وقال أبو حنيفة يقتل المسلم بالذم دون المعاهد والحرب يبقى الأحناف خالفه بس في الظم ووافقه في إنواع الكفار الثانية وحكي أنه رفع لأبي يوسف مسلم قتل كافرا أبو يوسف ده تلميذ أبي حنيفة كان قاضيا فاترفعت لي قضية إن فيه مسلم قتل كافرا فحكم عليه بالقود يعني بالقصاص على مذهب أبو حنيفة ويبدو أن الكافر ده كان زميا فأتاه رجل برقعة من شاعر فألقاها إليه فإذا فيها هذه الأبيات يا قاتل المسلم بالكافر جرت وما العادل كالجائر يا من ببغداد وأطرافها من فقهاء الناس أو شاعر جار على الدين أبو يوسف بقتله المسلم بالكافر فاسترجعوا وابكوا على دينكم واستبروا فالأجر للصابر يعني كأنه بيشن عليها فأخذ أبو يوسف الرقعة ودخل بها على الرشيد فأخبره بالحال وقرأ عليه الرقعة فقال له الرشيد تدارك هذا الأمر بحيلة لألا يكون منه فتنة الرشيد قال له خلص نفسك منها بحيلة بحيث لا تظهر أنك أنت تراجعت عن حكمك حتى ينفذ يكون القضاء قضاء سابت أمام الناس وفي نفس الوقت ما تقتلوش به يعني اطلع منها بحيلة بحيث لا تقتل المسلم بالكافر وفي نفس الوقت تبين أن أحكام القضاء نافذة حتى لا يختل نظر الناس في القضاء فخرج أبو يوسف وطالب أولياء المقتول بالبينة على صحة الظمة وأداء الجزية قال لهم هتقولي الدليل على أنه كنتم بتأدوا الجزية وأنه كنتم في عهد زمة بينكم وبين المسلمين فلم يأتوا بها فأسقط القوض وحكم بالدية وطالب أولياء المقتول بالبينة المقتول اللي هو إيه مات الكافر يعني على صحة الظمة وأداء الجزية فلم يأتوا بها فأسقط القوض وحكم بالدية قال لهم طالما مش قادرين تثبته يبقى في الحالة دي دخل المحكمة يعني شك في المسألة فننتقل للدية وحكم بالدية فإذا كان الحكم بالقوض مفضيا إلى استنكار النفوس وانتشار الفتن كان العودة عنه أحق وأصوب كما فعله أبو يوسف يعني بيقولك لو كان مذهب أبو حنيفة هيعمل فتنة في المجتمع يبقى إيه تاخد مذهب التانية طب ولو كان مذهب التانية يعمل فتنة في المجتمع خذ مذهب أبو حنيفة زي الوقت ولكن انت حتميز بقى بأن مش عاربية إحنا مواطنة وإحنا كلنا مصريين وإحنا هيعملوا لنا موال فيعني المسألة هنا حتى لا تصير فتن بين الناس قوله حربيا كان أو ذميا أو معاهدا تعميم في الكافر ولا يقتل حر برقيق أي لنقص المقتول عن القاتل بالرق فقد فضل القاتل المقتول بالحرية وحكى الروياني أن بعض فقاء خراسان سئل في مجلس أميرها عن قتل الحر بالعب فقال أقدم حكاية قبل ذلك بيسألوا يعني في قتل الحر بالعب لأن فيما زيب قالك أن الايه يقتل الإنسان مطلقا من باب النفس بالنفس فأخذ بالك فقال لهم حقدم لكم حكاية الأول قبل مجاوب أقدم حكاية قبل ذلك كنت في أيام فقهي ببغداد يعني أيام كان بيدرس الفقه ببغداد قائما ذات ليلة على شاطئ نهر الدجلة إذ سمعت غلاما يترنم ويقول بغنيا خذوا بلمي هذا الغزال هذا الغزال فإنه رماني بسهمي مقلتيه على عمدي ولا تقتلوه إنني أنا عبده ولم أرى حرا قط يقتل بالعبد فقال له الأمير حسبك فقد أغنيت عن الدليل وقوله خذوا بدمي أي بدل دمي وهو الدية خذوا بدمي يعني بدل دمي الدية من هذا الغزال فإنه رماني بسهمي مقلتيه على عمدي الزربي تغزل في محبوبه ولا تقتلوه يعني بقتلي إنني أنا عبده ولم أرى حرا قط يقتل بالعبد وقوله خذوا بدمي أي بدل دمي وهو الدية لألا ينافي قوله بعد ذلك ولا تقتله ويقتل الرقيق بالرقيق العبد يقتل بالعبد بنص الله العبد بالعبد والأنثى بالأنثى والحر بالحر ولا نظر لتدبير أو كتابة أو استيلاد وحدوث العثق بعد القتل برضو لا نظر لحدوث العثق بعد القتل يعني اثنين كانوا عبيد قتل أحدهم الآخر ثم إيه تحرر هذا العبد القاتل جنايته كان عبد ساعته قتل عبد يقتل به واضح في حين أنه وقت تنفيذ الجريمة كان حرا لأن العبرة بالجناية وقتت إيه وقت الجريمة الحال وقت الجريمة فلو قتل عبد عبدا ثم عتق القاتل قتل به ولا نظر لحدوث العثق ولا يقتل المبعد بمثله مبعد يعني بعضه حر وبعضه رقيق وإن زادت حرية أحدهما على حرية الآخر لأنه لا يقتل جزء الحرية بجزء الحرية وجزء الرق بجزء الرق بل يقتل جميعه بجميعه شائعا حرية ورقا فيلزم قتل جزء حرية بجزء رقا وهو منتنع واعلم أن يعني بيقولك أنه ما يبقى مبعد كأن الحرية شائعة فيه والرق شائع فيه والتاني مبعد الحرية شائعة فيه والرق شائع فيه فما ينفعش أقول أنه أنا حقتله الجزء الحر اللي فيه يقابل حرية ده والعتق اللي فيه العبودية اللي فيه تقابل عبودية ده قاله لا لأن حالة مقابلة جزء الحرية بجزء الحرية اللي فيه فإن الرق شائع فيها فهمت مش متميز عنها والعكس بالعكس وبالتالي يبقى إيه لا يقتل المبعد بالمبعد ولكن يبقى إينا ننتقل إلى الدية واعلم أن الفضيلة في شخص لا تجبر نقيصته ولهذا لا قصاص بين عبد المسلم وحر ذن لأن المسلم لا يقتل بالذن والحر لا يقتل بالعبد ولا تجبر فضيلة كل منهم ولا تجبر فضيلة كل منهم نقيصته لا قصاص بين عبد مسلم وحر ذن لأن المسلم لا يقتل بالذن والحر لا يقتل بالعبد ولا تجبر فضيلة كل منهما نقيصته يعني عبد مسلم فضلت انه مسلم ونقصت انه عبد يقابله ايه حر وذمي فالحرية ارقى من عبودية الاخر وكون ده ذمي فالذمية ادنى من اسلام الاخر خدت بالك فلا قصصة في هذه الصورة ايه لانه لا تجبر فضيلة كل منهما نقيسته يعني ما نقولش ايه فضيلة الاسلام فيه تجبر ايه نقيست العبودية قوله ولو كان المقتول انقص من القاتل اي فيقتل الشاب بالشيخ والكبير بالصغير يعني واحد عنده تلاتين سنة قتل صابي عنده عشر سنين يقتل به مش نقول ده تلاتين سنة ده اكبر منه يبتلته يعني لا ما ينفع فهي يقتل الشاب بالشيخ والكبير بالصغير والطويل بالقصير وبالعكس وكذلك يقتل العالم بالجاهل نقول ده راجع مع شهادة وعالم كبير والتاني قتل جاهلا يقتل به لاني ده نفس فالعبرة ايه بانها نفس مخلوقة والشريب بالخسيس والسلطان بالزبال والذكر بالانثى والخنثى وبالعكس كما اشار اليه الشرح بقول مثلا لانهم لم يعتبروا لانهم لم يعتبروا التفاوت في هذه الامور وانما يعتبرون التفاوت في الصفات السابقة الإسلام والحرية والأصالة والسيادة السنة السنة بينا واني جات على سبيل المقابلة وليس على سبيل الإلسان كالإسلام والحرية والأصالة والسيادة بخلاف غيرها من الأمور المذكورة قول وتقتل الجماعة بالواحد يعني افرد تمالأة ثلاثة اربعة فقتلوا إنسان يقتلوا به واخد بالك بس ايه يعني طبعا فيها تفاصيل نشوف اذا كانت ضربة كل واحد فيهم تقتل على حداتها في الحالة دي يقتلوا به اخدت بالك وان كان فيها تفاصيل بره بعد المزايب قالك لا اذا تمالأوا مش شرط تتميز الدربات طالما تمالأوا تمالأوا يعني اجتمعوا على قتل إنسان واحد ما وعونوه قالك قالك يعني فيها مزايب بقى فيه اللي انت بتقولها ليه فيها تفاصيل لكن على اي حال القاعدة العامة ان لو تمالأ عدد كبير على قتل نفس واحدة فيقتلوا به لأن النفوس المتعددة هي نفس واحدة بره كل الناس خلقت من نفس واحدة ثم تكثرت بعد ذلك وتقتل الجماعة بالواحد أي وإن كثروا وإن كثروا لما روى مالك أن عمر رضي الله عنه قتل نفرا خمسة أو سبعة برجل قتلوه غيلة أي حيلة وقال لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا ولم ينكر عليه أحد فكسر إجماع سكوتي من الصحابين فصار إجماعا ولأن القصاص عقوبة تجب للواحد على الواحد فتجب للواحد على الجماعة ولأنه لو لم تجب عند الاشتراك لكان كل من أراد قتل شخص استعانى بغيره متباحج واتخذ الناس ذلك زريعة لسفك الدماء فوجب القصاص عند الاشتراك لحقن الدماء وإن تفاوتت جراحاتهم عددا أو فحشا أو أرشا أو تفاوتت ضرباتهم كذلك سواء يبقى العبرة هنا بإيه من نوعية الدربات ده ماذا بالشفائية فيه مذايب تانية نظروا إيه لنوعية كل ضربة الشفائية لم ينظروا ليه قالك لأن الدربة التي لم تقتله أضعفته فخلت الدربات التانية تقتله تهمت إزاي؟ فبيعتبروا أن كله يعني حتى إن لم تقتل الدربة على حدتها فقد كانت سببا لسراية القتل فيه بالدربات الأخرى أكملت عليها أما لو تملاقوا عليه بتدبير المباشر والمتسبب يبقى فيه المباشر والمتسبب فيه ناس قالوا أن الاثنين برضو يتملقوا فيه مزايب كثيرة المواضيع دي التفاصيل دي فيها مزايب كثيرة عند المسلمين إحنا لن نتكلم على مذب الشفائية لكن فيه بقى مزايب كثيرة ميزوا بين المباشر للقتل وبين المتسبب في القتل وأخذ بالك يعني واحد بعت واحد يقتل وده له فلوس التاني بشر القتل والتاني دفع فهل الاثنين يقتلوا به ولا يقتل المباشر والتاني يدفع دي يعني كل دي تفاصيل فيها تفاصيل كثيرة في المزايب كذلك سواء قتلوه بمحدد أو بمثقل أو ألقوه من شاهد جبل يعني حتى واحد كان ماسك حجر والتاني ماسك سكينة والتالي ماسك مسدس وكل واحد ضرب كلهم يقتلوا به كل دي تفاصيل مذب الشفائية أو ألقوه من شاهق لعموه من فوق جبل يعني أو لموه من ايه من الشباك من فوق العمارة ودي مشهورة يعني زي ما عملوا كده في سواء حسني بيقولك عملوا كده في لندن بعتولة واحد وحرمها لكي كان هتكتب مذكراتها وحتفضح بقى ايه ناس كتير فضايح فهما خايفين من فضحة الدنيا أكتر من خوفهم من فضحة الآخر أو ألقوه من شاهد جبل أو في بحر بشرطه المذكور في كلامه بقول إن كافأهم لازم يبقى كافأهم يعني يبقى هو حر وهم كمان أحرار هو مسلم وهم كمان ايه مسلمين فالشرط المذكور وهو المكافأة وللولي عفو عن بعضهم على حصة من الدية وقتل الباقين شو بقى فيها هنا ايه سعه الولي الوائد ولي الدم ولي الدم له العفو عن بعضهم على حصة من الدية وقتل الباقين يعني هم تلاتة قتلوا الولي يقول خلاص اقتلوا لتنين دول بيه والتاني ده يديني تلت الدية ويعفو عنه ليه اختار وله عفو عن جميعهم على الدية فاذا قال الامر الى الدية وزعت عليه باعتبار الرؤوس في الجراحات لان تأثرها لا ينضبط بل قد تزيد نكاية الجرح الواحد على جراحات كثيرة وفي الضرب على عدد الدربات لانها تلاقي الظاهر ولا يعظم فيها التفاوت فلو كانوا ثلاثة وضرب واحد ضربة وواحد ضربتين وواحد ثلاث ضربات هنقسمها على ستة هنقسم الدية على ستة لدرب ضربة يدفع ست سدية لدرب ضربتين يدفع تلت الدية ولدرب تلت ضربات يدفع نصف الدية فعلى الاول ثلاثة دية لو درب ضربة واحد وعلى الثاني ثلاثة لو درب ضربتين من ستة وعلى الثالث نصفة لان مجموعة ضربات ستة فتوزع الدية عليهم بنسبة ما لكل من الدربات الى المجموعة ولو قتل واحد جماعة عكس ما في كلام المصنف افرد بقى واحد قتل جماعة عكس اللي قاله المصنف يتكلم على جماعة قتلت واحد طب اعكس بقى واحد قتل جماعة فان قتلهم مرتبا لو قتلهم على الترتيب يعني طلقات نار درب كده وكده 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 يقتل بالاول ويدفع دية البقين طب قتلهم كلهم دفعة واحدة قنبلة يعني جاب قنبلة كده ورميها كل ما توف لحظة هنشوف بقين فان قتلهم مرتبا قتل باولهم وان قتلهم دفعة قتل بواحد منهم بالأرعى وللباقين الديات في تركته لتعذر القصاص عليهم ولو قتله غير الاول في الاولى وغير من خرجت قرعته في الثانية عصى ووقع قتله قصاصا وللباقين الديات لتعذر القصاص عليهم وانما تجب القرعة في صورة المعية عند التنازع لو قتلهم كلهم مرة واحدة نعمل قرعة عشان نشوف يقتل بمين ويدفع دية مين فهمت لو حصل تنازع نعمل قرعة لو حصل تنازع لكن ما فيش تنازع كلهم قالوا احنا ناخد دية ما يجرى بشها خلاص مش هنعمل قرعة مش هنعمل قرعة او مثلا ايه بعضهم قالوا تنازلوا وقالوا يقتل به بفلان وخلاص تنازلوا واتفقوا خلاص اتفقوا مش هنعمل قرعة يا بناعمل قرعة عند التنازع بس من ارسوا من تركته تتاخذ من تركته دي انا على الترك وانما تجب القرعة في صورة المائية عند التنازع فان ردوا بتقديم واحد منهم من غير القرعة جاهز ولهم الرجوع الى القرعة قبل القصاص يعني افرد راديو وقبل ما ايه يتنفس اختلفوا تاني نرجع للقرعة تانية ولو اقر بصبق بعضهم اقتص منه وليه ولغير تحليفه ان كذبه ولو قتلوه كلهم دفعة واحدة اساء اولياء المقتلين دول كلهم اجتمعوا عليه تعال انت اللي قتل يروحوا قتلينه كلهم مرة يبقى اساء وواقع القتل موزعا عليهم ولكل منهم ما بقي من دية مورث فلو كانوا ثلاثة حصل لكل منهم ثلث حق ويرجع بسلثي الدية والعبرة بدية المقتول للقاتل قول وكان فعل كل واحد منهم لو انفرد كان قاتلا الشرط التاني هو وتقتل الجماعة بالواحد ان كفاءهم وكان فعل كل واحد منهم لو انفرد كان قاتلا ناخد بالنا من الحد الشرط وحينئذ يجب عليهم القصص مطلقا اي سواء تواطئوا ام لا فان كان فعل كل واحد منهم لا يقتل لو انفرد في سورة الدربات لكنه له دخل في القتل فان تواطئوا قتلوا وانا فلا يقتلون وتجب الدية لانه شبه عمد وتوزع عليهم بعد الدرباتهم وان كان فعل بعضهم يقتل لو انفرد وفعل البعض الاخر لا يقتل لو انفرد لكن له دخل في القتل لانه اضعفه فلكل حكمه فصاحب الاول يقتل مطلقا وصاحب الثاني يقتل ان تواطأ مع الباقين وانا فلا يقتل وتجب عليه حصته من الدية واما في سورة الجراحات فلا يعتبر التواطئ بل يقتلون مطلقا لانه لانها يقصد بها الهلاك غالبا وخرج بقولنا لكن له دخل في القتل ما لو كان خفيفا بحيث لا يؤثر في القتل اصلا فانه لا شيء على صاحبي فلا دخل له في قصاص ولدية وباذا تتضع عبارة المحشي فان فيها تعقيدا الازان ثم اشار المصنف لقاعدة احنا هنا ايه نقف على القاعدة دي نقرأها بعد الازان يلا هم ازن يا سيدي هتقول لي فطل ثلاث دقائق لا ازن على مزابنا من الشفعية دخل وقت العيشة من زمان بغياب الشفق الاحبب الله أكبر الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد عن لا إله إلا الله أشهد عن سيدة محمد الرسول الله أشهد عن سيدنا محمد الرسول الله أشهد عن سيدة 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 محمد الرسول الله سيدة محمد الرسول الله أكبر الله أكبر أعجب صلاة وقل لا تخلف يقول هنا في الهامش نقرأ في الهامش الأول اللي هو فتح القريب المجيب أولا ثم أشار المصنف لقاعدة بقوله وكل شخصين جرى القصاص بينهما في النفس يعني زي ايه عاقل بالغ حر مسلم هذه ايه يحصل القصاص بينهم طالما متفقين في الشروط يجري بينهما في الاطراف يبقى لو اطعوا ايد يتطعوا ايد إذا كان هو حيقتل به يبقى برضو لو تعدى على اطرافه يبقى يتعدى على اطرافه كذلك يجري بينهما في الاطراف التي لتلك النفس فكما يشترط في القاتل كونه مكلفا يشترط في القاطع لطرف كونه مكلفا زي ما قلنا هناك التكريف وحينئذ فمن لا يقتل بشخص لا يقطع بطرفه وشرائط وجوب القصاص في الاطراف بعد الشرائط المذكورة في قصاص النفس اثنان احدها احنا هناك احنا في قصاص النفس قلنا ايه البلوغ والحر والعقل مش كده برضو البلوغ والعقل وقال لا يكون اصلا له مش كده برضو وانه يكونوا متكافئين اسلام وحرية وبيرو فدي الشروط فبجانبها دي الشروط بقى الاشتراك في الاسم الخاص لما ننتقل بقى للقصاص في الاطراف هنضيف ليهم شرطين كمان الاشتراك في الاسم الخاص للطرف المقطوع وبينه المصنب قول اليمنى باليمنى اي تقطع اليمنى مثلا من اذن او يد او رجل باليمنى من ذلك واليسرى مما ذكر باليسرى مما ذكر وحينئذ فلا تقطع يمنى بيسر ولا عكس والثاني الا يكون باحد الطرفين شلل فلا تقطع يد او رجل صحيحة بشلاء وهي التي لا عمل لها يعني واحد ايده سليمة فقطع يد شلاء من شخص اخر مشلولة يعني لا تقطع اليد الصحيحة باليد الشلاء ايه بيدفع القرش هيدفع تلت دية الصحيحة تلت دية الصحيحة بتبالك بعكس لو كان ايده شلاء فايه قطع بها يبا تطيطع من الباب او لا باب فلا تقطع يد او رجل صحيحة بشلاء وهي التي لا عمل لها اما الشلاء فتقطع بالصحيحة على المشهور الا ان يقول عدلان من اهل الخبرة امتى بقى لا تقطع الشلاء بالصحيحة لو حد من الاهل العدالة قالوا اذا قطعت لا ينقطع الدم بل تنفتح افواه العروق ولا تنسد بالحسب يعني لو كان قطعه يفضي الى موته فهم ففي الحالة دي لا تقطع لان ساعات بتبقى ايد مشلولة لكنها عبارة عن سبب شلها ان هي فيها عب خلقي في الاوعية الدموية يعني انا مرة شفت وقت جاي من من الصيد من لقصر عنده عشرين سنة هو مولود دراعه ده من اول هنا الحد هنا عبارة عن كتلة من الاوعية الدموية يعني كتلة دموية كده متقيل لدرجة اخوه يبقى شايلهوله جنبه وجاي عشان يقطعه فاتعرض علينا قلنا ده لو اتقطع مش هنعرف نتحكم في الدم لانه عروق كتيرة جاية مغزيات فمش هنقدر نتحكم فيها الا اننا بقى نمد القطع لجزء من الجزع وساعدة حيموت حيموت فقلنا ده يسيبه ده واخد بقى كفخاء ومشي على كده والله الله اعلم ما عامل يلوقتي غلبان يعني هو جاي عشان اصلا يقطع ومش عارف يقطع لانه مليان عروق بحيث ان لو تدخل الطب حتى الطب الحديث يعني ده تعرض على اكبر دكاترة اوعية موية في مصر كلهم خافوا يعملوا هذا قلدوا حيوان ينزف لحد ما يموت خلوه عايش كده لو عايش بقى لعوشين سنة سيبهم ما يموت له احد بدلا ما يموت على ترابسة العمليات فلو الايد الشلاء دي هو قطع بها ايد سليمة بدي لا تقطع لانها لو قطعت حيموت فهمت في الحالة دي نروح بقى ايه للدي علشان كده هو برضو يقول لك هنا ايه الا ان يقول عدلان من اهل الخبرة ان الشلاء اذا قطعت لا ينقطع الدم بل تنفتح افواه العروق ولا تنسد بالحسن ويشترط مع هذا ان يقنع بها مستوفيها ولا يطلب ارشا للشلل طيب نشوف القاعدة دي انه بعد كده حينقل على قاعدة تانية نشوف القاعدة دي تفاصيلها في كلام الشيخ البيبوري ثم اشار المصنف لقاعدة دخول على كلام المصنف وتلك القاعدة هي قوله وكل شخصين جار القصاص بينهما في النفس يجري بينهما في الاطراف التي لتلك النفس اي كيد ورجل وأذن وكذا المعاني اللي هي الحواس المعاني اللي هي الحواس كسمع وبصر وشم لانه ممكن يعتدي عليه فيفقد بصر وعينه سليم يبقى انه فقد معنى ما فقدش عوده ده فقد معنى او يضربه على اذنه يبقى اصم مع ان اذنه شكلها سليم في امتزافي بينه تعدى على سمع على حس يعني على معنى فاجري فيها القصص ايضا لان لها محال مضبوطة ولأهل الخبرة طرق في ابطالها قوله فكما يشترت في القاتل كونه مكلفا اي بالغا عاقلا وكذا بقيت الشروط المتقدمة وقوله يشترت في القاتل لطرف اي المزيل لمعنى من المعاني كما علم مما مر كونه مكلفا اي بالغا عاقلا وكذلك بقية الشروط المتقدمة وحين اذن اي وحين اذ كان كما يشتر شوف وحين اذن تنوين عور عن جملة يعني وحين اذ كان كما يشترت في القاتل كونه مكلفا الى اخر الشروط يشترت في القاتل كونه مكلفا الى اخر الشروط وقوله فما لا يقتل بشخص لا يقطع بطرفي اي بقطع طرفي طرفي ذلك الشخص فلا يقطع الصبي والمجنون بقطع طرف غيرهم لان احنا قلنا الصبي ما يقطصش منه لانه غير مكلف والمجنون لانه غير مكلف برده فقد عقله اه يتدفع بديه ما احنا طالما قلنا لا يقطع معناه هننتقل للايه للبديل على ذلك تبديه فلا يقطع الصبي والمجنون بقطع طرفي غيرهما كما لا يقتلاني به ولا يقطع الوالد بقطع طرف ولده كما لا يقتل به احنا قلنا الوالد لا يقتل بقتل الولد لان الاصل لا يقتل بالفعل تبفرق ايه ما قتلوش ده قطع طرف يبقى طالما لا يقتل به برضو لا يقتع طرفه بطرفه لا الولد لا يقتل بابيه ولا يقطع الوالد بقطع طرف ولده كما لا يقتل به ولا يقطع المسلم بقطع طرف الكافر احنا اقولين ان المسلم لا يقتل بالكافر مش كده برضو يدفع دي يدفع دياته لكن لا يقتل به واحنا قلنا الاحناف استثنوا الزمي وقالوا لا يقتل بالزمي ولا يقطع المسلم بقطع طرف الكافر كما لا يقتل به ولا يقتع الحر بقطع طرف العبد كما لا يقتل به وشرائط وجوب القصص في الأطراف لا يخفى أن شرائط مبتدأ وخبره اثنان وإنما صح الإخبار بالاثنين عن الشرائط مع أنه جمع لأن المراد به الجنس بسبب الإضافة فإن الإضافة تأتي لما تأتي له اللام أو لأنه أطلق الجمع على الاثنين مجازا بناء على المشهور من أن أقل الجمع ثلاثة أو حقيقة على مقابل المشهور من أن الجمع ما فوق الواحد قول بعد الشرائط المذكورة في قصاص النفس أي غير الشرائط المتقدمة في القتل وهي أربعة بل خمسة كما تقدم قوله اثنان لأنه أعيل هنا أربعة بس كان أعيل أنهم خمسة في الحقيقة مش كده برضو ترجمة نانسي قنقر العصمة اللي يزود عليها حتة العصمة بالإيه بالإسلام أو الأمان طيب قوله اثنان قد عرفت أنه خبر عن شرائط وقد بينا لك وجه صحة الإخبار قوله أحدها أي أحد الاثنين وقوله الاشتراك في الاسم الخاص أي كاليمنى واليسرى والعليا والسفلة وهكذا رعاية الممثلة ولا يكفي الاشتراك في الاسم العام كاليد والأذن ونحوهما وقوله للطرف المقطوع أي الموضوع للطرف المقطوع وبينه المصنب بقوله أي بينا المصنب بقوله الذي سيذكره الاشتراك في الاسم الخاص لكن في البيان قصور وقد جاراه الشارح بقوله من أذن أو يد أو رجل فهو مجاراء لكلام المصنب فكان الأولى أن يقول كاليمنى واليسرى والعليا والسفلة وهكذا كما مثلنا فيما سبق وقد يحمى الكلام المصنف على التمثيل كما أشار إليه الشارح بقوله أي تقطع اليمنى مثلا إلى آخره وعلم مما ذكر أنه لا تقطع شفى عليا بسفلة ولا عكس ولا أنملة بأخرى ولا أصبع بأخرى ولا حادث بعد الجناية بموجود وقتها فلو قلع سنا ليس له مثلها ثم نبت بعد الجناية له مثلها فلا قود يعني وقطع له أنملة أصبع السبابة اليمنى واللي قطعها ما عنده السبابة اليمنى أصلا إيه دو ناقص السبابة اليمنى يبقى في الحالة دي حننتقل إلى إيه الأرش لأنه ما عندهش مسيل لها تهمت إزاي فلازم بيبقى بالنفس الأصبع والنفس المكان وبينه المصن بقول أي بيّن المصن بقول الذي تأذكره الاشتراك في الاسم الخاص لكن في البيان قصور آه دي احنا خلصنا قوله اليمنى باليمنى أي تقطع اليمنى باليمنى كما قدره الشارح والباء في ذلك داخل على المجني عليه وهكذا يعني تقطع اليمنى القاتلة يعني القاتعة باليمنى أي باليمنى المقطوعة يعني وهكذا فيما يأتي قوله أي تقطع اليمنى مثلا أي وتقطع الشفى العليا بالعليا والسفلة بالسفلة وهكذا فأشار الشارح إلى أن كلام المصنف محمول على التمثيل كما تقدم التنبيه عليه مؤيل والجروح قصاص مش كده وقوله من أذن أو يد أو رجل بيان لليمنى مشوب بطبعيد لأن كل من الأذن واليد والرجل يشمل اليمنى واليسرى وقوله باليمنى من ذلك أي من الأذن أو اليد أو الرجل فالتذكير في اسم الإشارة للتأويل بما ذكر أو لمراعاة مراعاة لأحد لأحد المأخوذ من العطف بأو قوله واليسرى مما ذكر أي من الأذن أو اليد أو الرجل وكذلك قوله باليسرى مما ذكر وحينئذ أي وحينئذ اشترت الاشتراك في الاسم القاص اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى وقوله فلا تقطع يمنى بيسرى أي لا تقطع اليمنى بسبب قطع اليسرى وقوله ولا عكس ولا عكسه أي ولا تقطع اليسرى باليمنى ولو تراضي على ذلك لم يقع قصاصا فيهما حتى لو تراضي على ذلك بردو الحاكم ما ينقف فيهش وفي المقطوعة بدلا بدلا الدية دون القصاص وفي المقطوعة بدلا يعني ليه بقى ما لان عندنا بدل طالما لم يتوفر المماثلة نعود للبدل بدلا ما نقتص نروح للدية قلت بقى لك حتى لو تراضي يقوله لا لازم يرجع للدية بقى هيدلين نوس دي كمسين جمل مبلغ حلو برد ليش به لانه لما قطع له ايده قد يفقد معاشه يعني مهنته فمحتاج بقى حاجة يعيش منها فما ياخد نص الدية احسن ميقطع الايده ويقعد يتكفى في الناس يشحب اليد التاني واخد بقى يبقى عنده مبلغ حتى يعيش منه وفي المقطوعة بدلا 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 الدية دون القصاص لرضاه بقطعها بدلا من فساد البدل ويسقط القصاص في الاولى لان التراضي المذكور يتدمن العفو عن القصاص فتجب الدية فيها وقول المحش في العكس محله ما لم يرضى المجن عليه فان ردي جاز لانه دون حقه فيه نظر لفوات الشرط الذي هو المشاركة في الاسم الخاص رعاية للممثلة كما تقدم فكيف يصح القصاص مع فوات الشرط ويؤيد ما قلنا صنيع شرح المنهج فانه بعد ان ذكر ان اليمنى لا تأخذ باليسرى ولا عكسه قال ولو تراضي باخذ ذلك لم يقع قودا ولم يخصه محشيه بالأولى فظاهر صنيعه انه راجع بالأولى فظاهر صنيعه انه راجع للجميع وهو المتعين وعلم من ذلك ان التفاوت باليمنى واليسرى والعليا والسفلة يمنع القود بخلاف التفاوت بالكبر والصغر والطول والقصر والقوة والضعف في العضو فلا يمنع القود في النفس كما في النفس يعني لا يعتبر التفاوت في قوة اليد وضعفه يعني يكون مثلا هو شاب قوي وقطع يد طفل ضعيف تبقى يد وتقطع بيد اليد القوية تقطع باليد الضعيف لكن لو كانت شلاء ودي صحيحة يبقى الصحيحة لا تقطع بالشلاء فتبقى لك والثاني اي من الاثنين المتقدمين وقوله ان لا يكون باحد الطرفين اي طرف الجاني وطرف المجن عليه ومقتده هذا انه لو كان بطرف الجاني شلل لم يجب القصاص وهو مخالف لقول الشارح كغير اما الشلاء فتقطع بالصحيحة على المشهور الا ان يكون المصنف جاريا على مقابل المشهور او يحمى الكلام على ما اذا قال عدلان من اهل الخبر ان الشلاء اذا قطعت لا تنسد بالحسب كما سيذكره الشارح وقوله شلل بفتح الشين ولا مين بعدها وهو بطلان العمل كما يؤخذ من قول الشارح وهي التي لا عمل لها ولا اثر لعرج وخضرة اظفار وسوادها وصمم اذن وخشم انف وعنة ذكر وخصاء فتأخذ الرجل الرجل الصحيحة بالعرجاء ويأخذ الطرف سليم الاصفار بالطرف الذي في اصفاره خضرة او سواد لان ذلك علة ومرت في العضو وذلك لا يؤثر في القود ويأخذ طرف فاقد اصفار بطرف فيه اصفار لانه دونه لا عكسه لانه فوقه وتأخذ اذن سميع وخصي لانه لا خلل في الذكر وتعذر الانتشار لضعف في القلب او الدماء فليس باشل لان الذكر الاشل منقبل لا ينبسط او منبسط لا ينقبل فلا تقطع يد او رجل صحيحة بشلاء اي بيد او رجل شلاء وهذا تفريع على مفهوم قوله ان لا يكون باحد الطرفين شلل بالنسبة لما اذا كان بطرف المجن عليه شلل ولو شلت يد الجاني او رجل بعد الجناية فلا قطع الانتفاء الممثلة حالة الجناية ولو خالف يعني قطع يد شلاء وكت يد سليمة ثم صارت شلاء بعد ذلك ما نقولش ان اطعها بقى خلص لان العبرة بحال وقت الجناية ولو خالف صاحب الشلاء وقطع الصحيحة بغير اذن الجاني لم يقع قصاصا بل علي ديتها ولو حكومة الشلاء فلو سر القطع للنفس واجب عليه القصاص لتفوتها بغير حق واما اذا كان باذنه فان اطلق الاذن فلا دية في الطرف ولا قود في النفس وجعه بعل مستوفيا لحقه فان قال خذه قودا ففعل فعليه الدية وله حكومة كما قطع بي البغوي وقيل لشيء عليه ومستوف لذلك حقه قول وهي التي لا عمل لها كل اللي فد على فكرة خاصة بالشفائية انه ممكن ان المجني عليه ياخد حقه من غير اذن القاضي وبعدين يجي القاضي يقره او لا يقره او يدفعه لكن عند الملكية لابد بإذن القاضي فانتبال وانا امين لرأيي الملكية في المسألة حتى لا تكون فوضى وهي التي لا عمل لها اي لان الشلل بطلان العمل كما تقدم قول اما الشلاء فتقطع بالصحيحة اي وبالشلاء اذا كانت مثلها او دونها شللا لانها مثل حقه او دونه وهذا مقابل لما قبله لان عكسه وقول على المشهور هو المعتمد الا ان يقول فمحل قطع الشلاء بالصحيحة ان امن نس في الدم بقول اهل الخبرة كما اشار اليه الشرح بالاستثناء قول ان الشلاء اذا قطعت لا ينقطع الدم بل تنفتح افواه العروق فلا تقطع الشلاء بالصحيح عيناء وان ردي الجاني حذرا من استفاء النفس بالطرف وقول ولا تنسد بالحسن بالحاق والسين المهملتين اي كي بالنار ومثله غمصه في زيت مغلي كما قاله الشبرم الليسي لان كان زمان يوقفوا الناس بطريقتين بس ما عندهمش في الجراحة الا طريقتين اما يكوي بالنار او ان يحطها في زيت مغلي يحرق يعني فلكن الوقت بقت فيه طرق كتير للحسن من ان هو يربطها ويمسكها ويخدمها ويضمضها ويخيطها فيه طرق كتير الوقت للحسن كما تقدم ان يقنع بها مستوفيها يرضى بها فيقنع بفتح النون مضارع قانعا بكسر بكسرها بمعنى رضية يرضى ما يصل ايه يقنع جاية من قانعا ولا من قانعا لو جاية من قانعا تبقى معناها رضية ولو جاية من قانعا معناها طامعا تهمت ومن القانع والمؤتد السائل يقول فيقنع بفتح النون مضارع قانعا يبقى قانعا يقنع غير قانعا يقنع بمعنى رضية يرضى بخلاف قانعا بقانع يقنع بفتح النون فيهما فإنه معنى سأل يسأل ومن قول الشفيع رضي الله تعالى عنه العبد حر إن قنع يقنع بقى اللي لم يشف يزعل منك العبد حر إن قانع يعني إن ردي كويس والحر عبد إن قانع يعني إن سأل فأقنع ولا فاقنع ولا تقنع فما شيء يشين سوى الطمع فاقنع ولا تقنع طبعا إلي ليش فهم لغة يقولك إيه الإمام الشفيع يقوله إيه قنع فلا تقنع لأن كل واحدة جاي من قانع ولا قانع فاقنع ولا تقنع فما شيء يشين يشين سوى الطمع والقناع أعز أوصف الإنسان كما قال رضي الله تعالى عنه ده الإمام الشفيع بر أمدت مطامعي فأرحت نفسي فإن النفس ما طمع التهون وأحييت القنوع وكان ميتا ففي إحيائه عرضي مصون إذا طمع إذا طمع إذا طمع يحل بقلب عبد علته مهانة وعلاه هون يعني زل كلام الإمام الشفيع فأشعره يعني حكم رضي الله عنه ولا يطلب أرشا للشلل دي آخر حاجة باوحنا نصلي أي لأن الصفة لا تقابل بمال ولهذا لو قتل الذنب بالمسلم أو العبد بالحر لم يجد لفضيلة الإسلام أو الحرية أو الحرية إيه شيء يعني أصد إيه لأن الصفة لا تقابل بمال ولهذا لو قتل الذنب لو قتل الذنب بالمسلم أو العبد بالحر لم يجب لفضيلة الإسلام أو الحرية لم يجب بفضيلة الإسلام أو الحرية شيء يعني يعني عوض ثم أشار المصنف لقاعدة دين وأبقى القاعدة التانية دي يوم الاتنين القادم إن شاء الله وهو آخر يعني آخر يوم قبل الأجازة السنوية إن شاء الله ما إحنا لسا يلين الوقت من شوية إن لو كانت لو رجل قتل زوجته وله منها ابن لا يقتل بها يدفع دي لأنه ابنه ده بعضه وبعض زوجته فإذا كان هو لا يقتل بقتل ابنه يبقى برضو لا تقتل الزوجة لأن جزء ابنه موجود منها وفي الحالة يدفع دي برضو نفس الحكاية لو كانت لها منه ابن لا يقتل لو ما فيش تقتل والله كل دي تفاصيل عند الشفعية على فكرة المزاب التانية فيها تفاصيل أخرى لو قطيت تدرس فقه مقرن هتلاقي كلام كتير بقى لا لا يعني الوالد اللي قتل ابنه يدفع ديته وما يرس فيها دي يعني القاتل اللي يرس فتبالك والله تعالى أعلى وأعلى فحتوزع الابدية كأنه ميت كأنه مش موجود تهمت ازاي فلوليه اخوة يورسه لأن ابوه مش هيحجبه كأنه مش موجود